لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات نقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر يحرف معنا لا إله إلا الله وإحنا تكلمنا بالتفصيل عن الإيمان بالله من خلال الحلقتين اللي فاتوا وشفنا أن الإرجاء في الإيمان بزاة الله أدى إلى إحمال الألوهية وهنفكركم بالمعادلة الإيمان بالله من قسين الإرجاء زائد أفعال الله من قسين الجبرية والقدرية زائد صفات الله من قسين الجهمية وده بيدينا التوحيد اللي هو بيساوي عقيدة الأشعرية وهنشوف ابن حجر تلقائيا بعد الإيمان بالله راح للجزء التاني اللي هو أفعال الله خلينا نشوف فين في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب فصل التسبيح فتح الباري بشعر صحيح البخاري بيقول إيه ولأن نفي الألوهية في قول لا إله نفي المضمونها من فعل الخلق والرزق والإسابة والعقوبة وقول إلا الله إثباتا لذلك إذن لا إله إلا الله بتساوي لا خالق بن قسين أو لا قادر على الاختراع إلا الله بتساوي لا رازق إلا الله من الآخر الألوهية هي أفعال الله والمفاجأة برضو أن ابن حجر بيعتبر التوحيد الحقيقي هو إن لا فاعل إلا الله هنروح لابن حجر عشان نتأكد إن لا فاعل إلا الله في صحيح البخاري كتاب الأدب باب الحذر من الغضب فتح الباري بشعر صحيح البخاري بيقول إيه وقال التوفي أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي وهو أن لا فاعل إلا الله يعني إيه يعني إلهية عند ابن حجر إن الله يفعل أو يعني منقصين كده أو يخلق أو يقدر على الاختراع بمعنى الإجاد من العدم وطبعا كل ده بسبب إيه؟ بسبب الإرجاء في التوحيد وهنرجع مرة تانية صحيح البخاري كتاب الدعوات باب فضل التسبيح فتح الباري بيقول لنا إيه؟ ولأن نفي الألوهية في قول لا إله نفي المضمنها من فعل الخلق والرزق والإسابة والعقوبة وقول إلا الله إثبات لذلك إذن الألوهية عند ابن حجر هو إن لا خلق إلا الله وده مش توحيد الألوهية ده توحيد الربوبية زي ما هيوضح ابن تيمية في كتاب درق التعارض وهتشوف هيقول لنا إيه؟ وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الألوهية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك ما يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء إنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد ويظن هؤلاء إنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد غاية ما كده إلى أن يقول يعني والإله هو بمعنى المألوح المعبود الذي يستحق العبادة ليس هو الإله ببعض القادر على الخط يعني إيه؟ يعني ابن تيمية بيقول إن أهل الكلام اللي طبعا هم أهل البدع زي الأشعر وغيرهم إنهم اعتقدوا إن توحيد الأولوية هو غاية التوحيد واعتقدوا إن الله وحده خلق العالم وكده ده التوحيد عنده وده هو توحيد الربوية زي ما قال ابن تيمية توحيد الربوية هو اعتقاد إن الله وحده خلق العالم وبيأكد ابن تيمية برضو ويقول كده والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع وهنا بيأكد ابن تيمية أن توحيد الألوهية أن الله المعبود الذي يستحق العبادة ومش تقول أن التوحيد الألوهية أنه قادر على الاختراع وستتكلمنا كتير أن ابن حجر بيخرج العبادة لله من مفهوم التوحيد والمفاجأة برضو فيه اللي نقبل كده عن ابن حجر فسحي البخاري كتابت دعوات باب فصل التسبيح في شرح الباري بيقول لنا ايه افاتح الباري بيقول لنا ايه لان نفي الألهية في قول إلا الله نفي المضمونها من فعل الخلق والرزق والإسابة والعقوبة وقوله إلا الله إثباتها لذلك يعني ايه يعني انه لما يقول لا إله يعني ما فيش إله يقدر يخلق ولا يرزق ولا يعاقب إلا الله انه بيوافق كلام المشركين ورغم ان المشركين بيقولوا نفس الكلام ابن حجر اللي هو ان الله هو الخالق وهو القادر على الاختراع إلا انهم أيضا مشركون يعني لما نروح كده للقرآن ونشوف ولأن سألتهم من خلق السماوات والأرض اللي قال ان الله دول المشركين اللي كانوا على أيام رسول الإسلام لو سألتوا مين خلق السماوات والأرض هيقولك إيه هيقولك الله والكلام ده برضو قاله ابن تيمية في شرح الرسالة التدمرية بيقول إيه وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظنه أن الألوهية هي القدرة على الاختراع وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد إنه لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهو مشركون يعني بنلاحظ كلاب ابن تيمية بيقول إن المشركين كانوا يقرون بهذا وهو مشركون والغريب إن المشركين بيعرفوا إن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله ولكنهم يكفرون به ولا يقرون به وإنهم كانوا إذا قيل لهم مثلا لا إله إلا الله يستكبرون وده في سورة الصفات 35 يستكبرون ليه؟ لأنهم بيعرفوا معناها الحقيقي وهو المعبود واستكبروا عليها مش عايزين يقولوها وإحنا شفنا إن ابن حجر طل على عبادة من الإيمان بالله كما ذكر قبل كده ابن تيمية بيقول والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة يعني إيه؟ يعني مش بالمعنى اللي قاله ابن حجر نرجع تاني كده لكلام ابن حجر في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب فصل التسبيح فتح الباري بيقول لنا ولأن نفي الألوهية في قول لا إله نفي المضمونها من فعل الخلق والرزق والإسابة والعقوبة وبين كده حاطت إلا الله إثباتا لذلك طبعا كلام ابن حجر هو في الحقيقة الأمر التحريف للمعنى لا إله إلا الله وده الكلام هنشوفه في دروس في كتاب دروس في العقيدة بيقول كده فالتوحيد الذي قرره القرآن هو توحيد العبادة وهو الذي أنكره المرشكون لكن كثيرا من أهل الكلام وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف لا يعرفون توحيد العبادة ويظنون أن توحيد الربوبية هو توحيد العبادة وأنه لا فرق بينهما وأن من أثبت الربوبية فقد عبد الله وهذا من أبطل الباطل وهنا بيقول أن القرآن أقر توحيد العبادة اللي أنكره أهل الكلام وده اللي احنا بنثبته عن ابن حجر خلينا كمان نشوف الشيخ أحمد الحزيمي هيقول لنا إيه قال رحمه الله تعالى والمتكلمة وغيرهم يعني الأشاعر ومنحها نحوهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع يعني حملوا معنى لا إله إلا الله على توحيد الربوبية فعرفنا أن هذا تفسير ما حكمه مبتدع إذا جعلنا معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا هو معناه مطابقة قلنا هذا التفسير بدعي وإذا جعله بدلالة التضمن قلنا هذا أصل لا إيش كان فيه إذن النظر هنا يكون باعتبار ماذا هل دلت لا إله إلا الله على توحيد الربوبية مطابقة قل لا دلت عليه تضمنا نعم هذا الذي يعنيه الشيخ الأسلام رحمه تعالى وغيره ولذلك قال المتكلمة وغيرهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد إذا قر بأن الله خالق كل شيء فهو الموحد إذن لا فرق بين عقيدته مع عقيدة المسلكين إذا جعل معنى لا إله إلا الله هو أن الله هو الخالق وحده ودون ما سواء هذا أقر به أبو جهل إذن ما الفرق بينه وبينه بالجهل لا فرق بينه والبت إذا عملوا بهذا المقتضام شفنا الشيخ أحمد الحزيمي بيقول المتكلمة وغيرهم يعني الأشعارة وأمثالهم يزعمون أن معنى الإله القادر على الاختراع يعني حملوا معنى الإله على توحيد الربوبية وإن دي بدعة والمتكلمة وغيرهم بيزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع وإن من أقر أن الله خالق كل شيء هو الموحد إذن لا فرق بين عقيدتهم وعقيدة المسلكين إذا جعل أن معنى لا إله إلا الله هو أن الله هو الخالق وحده دون سواء وهذا أقر من أبو جهل فما الفرق بينهم وبين أبو جهل خليني ألخص حلقة النهاردة النهاردة تكلمنا عن الجزء الثاني من المعادلة وهي أفعال الله توحيد الألوهية عند ابن حجر هو أن لا خالق إلا الله وده توحيد الربوبية مش توحيد الألوهية وده اللي أكده ابن تيمية وبيقول أن أهل الكلام اللي طبعا هم أهل البدعة كالأشعر وغيرهم أن هما اعتقدوا أن توحيد الربوبية هو غاية التوحيد واعتقدوا أن الله وحده خلق العالم وبكده ده التوحيد عندهم وده بخلاف أهل السنة اللي بيعتبروا أن الإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ليس هو الإله بمعنى القدر على الخلق والاختراع فالتوحيد اللي قرروا القرآن هو توحيد العبادة وهو الذي برضه أذكره المشركون وشفنا أن ما فيش فرق بين المشركين والأشعر في معنى التوحيد بل والوفاجة الأشعر وابن حجر حرفوا في معنى التوحيد وداتيكة التحريف ده حكموا بإيه؟ حكموا ببراءة إبليس وإنه لم يعصى الله وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نشرح النقطة دي أتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمنى أقبل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر